موسيقى تعتبر طائرة السوخي 25 واحدة من أكثر طائرات القصف الأرضي والمضادة للدروع قوة وتعطي رمزية لسلاح الجو الروسية فمنذ ظهورها لأول مرة خلال الحرب السوفيتية الأفغانية في الثمانينيات من القرن الماضي شهدت السوخي 25 الخدمة في كل صراع شاركت فيه القوات السوفيتية أو الروسية من الشيشان إلى جورجيا إلى سوريا وغالبا مقارنها المراقبون العسكريون بالطائرة الأمريكية إيتنا لكن غفلت هذه المقارنة عن بعض الفروق الدقيقة في كيفية توظيف هاتين الطائرتين وعلى أي حال تخطط وزارة الدفاع الروسية للحفاظ على السوخي 25 في المستقبل المنظورة ولكن يتساءل المحللون الغربيون عن كيفية تخطيطها لتحقيق هذا الهدف ويرى المراقبون أن تطوير طائرة السوخي 25 يعكس تقريبا إطاة تطوير في سلاح الجو الأمريكي إيتنا فقد رأى سلاح الجو السوفيتي الحاجة إلى طائرة هجومية تطهر على ارتفاع منخفض تستطيع أن تتحمل الكثير من الاستهداف من قبل المضادات الأرضية وذلك لتدعم أسطول القيادة السوفيتي الجوي للقصف المنخفض الارتفاع فقبل السوخي 25 أعتمدت الطائرات الهجومية السوفيتية على ارتفاعات منخفضة على السرعة من أجل النجاة من المضادات الأرضية فقد شغل الاتحاد السوفيتي طائرات مثل السوخي 17 والسوخي 22 والميك 23 بي أن والميك 27 محركا واحدا فقط فيما لم تجهز بأي دروع لتمكنها من النجاة من مدفعية المضادات الأرضية وقد ظهرت تجربة القتال في أفغانستان أن مثل هذه التشكيلات كانت عرضة للنيران الأرضية عند القيام بمهام على ارتفاعات منخفضة لذا كان يلزم إضافة دروع ومحركين لتحسين القدرة على البقاء على حساب السرعة ودخلت السوخي 25 الخدمة وهي طائرة تم بناؤها من الألف إلى اليه لشن هجمات أرضية على ارتفاعات وسرعات منخفضة وقد تميزت الطائرة بدروع كبيرة في جزء السفلي وفي المقدمة وزودت بمحركين قويين لزيادة القدرة على البقاء والصمودة بالإضافة لذلك تميز التصميم بأجنحة أكثر استقامة من تلك المستخدمة في الطائرات السريعة مما يتيح قدرة أفضل على المناورة وزيادة الرفع في السرعات المنخفضة التي كان من المتوقع أن تعمل بها سوخي 25 وقد تم تثبيت محدد ليزر أي محدد مدى مشابه لتلك المستخدمة في ميك 27 في المقدمة لاستماح باستخدام الصواريخ الموجهة بالليزر ومع ذلك واجه المدفع الدوار السوفيتي GSH-630 مشاكل في تركيبه على ميك 27 لذلك اختارت سوخوي وضع GSH-230 الأبسط والأقل في معدل الإطلاق على سوخوي 25 وبغض النظر كانت الأسلحة الأساسية التي كان من المتوقع أن تستخدمها سوخوي 25 لدعم القوات البرية هي الصواريخ والقنابل على أجنحتها وليس المدفع الرشاش لأنها كانت تتعامل مع الدروع والدشم الأرضية المحصنة تكمل المشكلة الرئيسية في طائرة سوخوي 25 في أنه بينما جهزت بمجموعة جيدة من الأسلحة للهجوب جو أرض في الثمانينيات فقد أهملت وتركت في الغبار بسبب التطورات الأحدث في الأسلحة مثل صاروخ فيكر المضاط للدبابات بالإضافة لذلك أصبحت أنظمة الددابير الإلكترونية المضاطة ECM المجهزة بها قديمة أيضا نتيجة لذلك بذلت محاولات لتحديث سوخوي 25 النتجة عن أولى هذه المحاولات الإصدار سوخوي 25T الذي ركز على تحسين القدرة المضادة للدبابات في سوخوي 25 ولإنجاز ذلك جهزت سوخوي 25T بأنظمة كهرضوئية من طراز شكفال وميكوري سمحت للطائرة باكتشاف وتتبع الأهداف من نطاقات أطولة بكثير مما وفر وظائف مماثلة لتلك التي قدمتها كابسولات الاستهداف الغربية وقد تم التحكم في هذه الأنظمة من خلال شاشة في قمرة القيادة مما عاكس الشاشات متعددة الوظائف للهجوم الأرضي في الإصدار الأمريكي وكان يمكن أن يستوعب الإصدار سوخوي 25T أيضا مجموعة أكبر من الأسلحة بما في ذلك صاروخ فيكور المضاد للدبابات الذي يمكن حمله في مجموعتين من ست حزم على كل جناح وصاروخ R-73 المضاد للطائرة المتقدمة ومع ذلك تم إلغاء مشروع سوخوي 25T بعد إنتاج عدد قليل فقط من النماذج بسبب التكلفة الباهضة للأنظمة الكهردوئية المركبة على متنها وهكذا ستستمر طائرة سوخوي 25 العادية في الخدمة في شيشان وجورجيا بنفس التكوين كما في الثمانينيات بينما كان هناك خط إنتاج قصير العمر للإصدار سوخوي 25TM الذي يتميز أيضا بإلكترونيات الطيران المتقدمة فإن مسار الترقية الأساسي لطائرة سوخوي 25 سيكون موجودا في الإصدار سوخوي 25SM فقد تم تصميم سوخوي 25SM كطريقة لتحديث سوخوي 25 دون أن تكون معقدة مثل المحاولات السابقة ولعل السمة الرئيسية لهذا الإصدار هي دمج رادار على متن الطائرة وملاءمة إلكترونيات الطيران المحسنة بشكل كبير ويسمح الرادار الموجود على متن طائرة لسوخوي 25SM بإطلاق صواريخ R77 وR27 جو جو على الأرض من أنه ليس بنفس قوة الرادار الموجود على المقاتلات المخصصة لكن التحسن الأكبر كان هو نظام الملاحة بارسا الذي يتضمن خريطة متحركة رقمية وجهاز استقبال ملاحة عبر الأقمار الصناعية من خلال هذه الميزات تستطيع سوخوي 25SM الوصول إلى الهدف والنزول من مدرج المطار بشكل أسرع وبوجه عام تعمل بشكل أفضل وأكثر كفاءة مع تقليل عبء العمل على الطيار وتضمنت الترقية الأخرى للإصدار سوخوي 25SM نظاماً مضاداً للإندفاع المفاجئ للمحركات مما أدى إلى توسيع الغلاف بحيث يمكن للطيار استخدام أنظمة أسلحة مختلفة بأمان دون القلق بشأن الغازات التي تؤثر على المحرك بالإضافة إلى محطة تحذير الرادار الجديدة L-150 PASO ومع إنتاج سوخوي 25SM تتطلع روسيا إلى المستقبل من خلال ترقية سوخوي 25SM3 ويمكن اعتبار هذا بمثابة تكرار إضافي لنفس التحسينات التي ظهرت في سوخوي 25SM حيث تم تحسين البقاء على قيد الحياة والتدبير المضادة للصواريخ من خلال إضافة كاشفات إطلاق صواريخ فوق البنفسجية في مجموعة VICE BISC 25 SEED ECM وإصدار محدث من L-150 PASO وتم تحسين حزمة الاستهداف في مقدمة الطائرة بشكل أكبر في وحدة SOLD 25 التي تضمنت التصوير الحراري والتكبير المحسن كما تمت إضافة نظام القصف الدقيق الجديد JFS as VB24 حيث يستخدم JFS معلومات دقيقة حول خصائص الرحلة وموقع الطائرة لتعيين نقطة إطلاق محسوبة على الكمبيوتر للقنبلة والتي يمكن أن تسمح لها بإصال قنبلة إلى شبكة معينة بدقة جيدة في حين أن وسائل الأعلام الروسية قامت بتضخيم هذا النظام للسماح للقنابل بأن تكون فعالة مثل القنابل الدقيقة فإن هذا صحيح فقط في الأهداف الثابتة في حين يتم تجاهل الفوائد الأخرى للذخائر الدقيقة الموجهة في ضرب الأهداف المتحركة ومع ترقية Sukhoi 25 SM-3 أصبح لدى القوات الجوية الروسية أخيرا مجموعة معدات صلبة قوية يمكنها ترقية أسطولها من طائرات Sukhoi 25 القديمة إلى معيار حديثة وبالمقارنة مع الإصدار الأمريكي A10C فإن Sukhoi 25 SM-3 أسرع وتتمتع بميزة وجود نظام الاستهداف الخاص بها في المقدمة بدلا من الاعتماد على كابسولة خارجية ومع ذلك فإن هذا يعني أيضا أن نظام الاستهداف لديه نطاق حركة محدود للغاية حيث ينظر من نافذة صغيرة في المقدمة ومن المحتمل أن يكون مستوى تكامل دخائر الدقيقة الموجهة الكهردوئية أقل تطورا كما أن ATC تستخدم عنظمة مماثلة منذ ما يقرب من 20 عاما حتى الآن فقد تم تطويرها في الأصل لاستخدام صاروخ Maverick الكهردوئية وعلى العكس من ذلك ركزت Sukhoi 25 دائما بشكل أكبر على الدخائر الموجهة بالليزر حيث تتميز الدخائر المتفجرة Electro-Optical E.O. بخاصية أطلق ونسا فبمجرد قفل الباحث الكهردوئي عن الهدف سيتوجه الصاروخ بغض النظر عن حركة الطائرة نحو الهدف وباستخدام الليزر يجب على الطائرة أن توجه الصاروخ باستخدام محدد ليزر وأن تستمر في طيران نحو الهدف حتى يصدم به الصاروخ وبشكل عام في حين أن المستويات متشابهة إلى حد كبير بين الطائرة السوفيتية والأمريكية يمكن للمريان يرى كيف تتباعد نقاط القوة لكل مستوى عند النظر إلى الأنظمة الفرعية الأكثر تطورا فالأيتن التي تركز على المدفع وضرب ذخائر دقيقة موجهة كهردوئية مقابل السukhoi 25 التي تركز على دقة القنابل والصواريخ المعلقة تحت الأجنحة والصواريخ الموجهة بالليزر